18% والأوروبية الأوروبية هم 18% عندك الكوري بحدود الثمنتعش كلهم أو خمستعش شيء قريب من بعض خمستعش يمكن الكوري بس الحين اللي دخل عليهم الصيني وداخل بقوة يعني الحين على حسب آخر أرقام شفتها الكوري رجع يعني آخر مثل ما تقول درجة وخذ مكانه الصيني وأتوقع من الحين لنهاية السنة يعني خلال الشهور بسيطة أن الصيني رح يأخذ مكان هم بعد الأمريكي والأوروبي يبقى الياباني خلال سنة واحدة أو سنتين يأخذ مكان الياباني الصيني داخل بقوة وسيارة كواليتي يعني تنشرها مو أن الواحد يقول أنا ما أشتريها تنشرها السيارة هل تلبي متطلبات المستهلك الكويتي العالم عادتين يقولون أوه منتج صيني نعم هذه الصورة غير صحيحة بالنسبة ل الكواليتي اللي قاعد يقدمونا الصينيين في هذا المنتج المستهلك الصيني هو بالأساس مستهلك يحب الرخاء ويحب المواصفات ويحب أنه سيارتا فيها كل شيء فالسيارات الصينية في مواصفاتها يعني يتغطي على الياباني وتغطي على الأمريكي وتغطي على الأوروبي ففيها من المواصفات الكثير فبالتالي الكويتي شيبي يبي سيارة رخيصة ومتروسة مواصفات وهذا موجود بالسيارات الصينية أيضا هل الكواليتي هذا هل يتم تطويره لوائم متطلبات أسواق الخليج تحديدا الكل يقول والله الإمكانيات سيارة الصينية لا توفر لها غطاء القيار مثلا قد تأخذ كفالة خمس سنوات عشر سنوات لكن ما في غطاء قيار صحيح الكلام هذا شوف أول شيء من ناحية مواصفات السيارة وإذا توائم أجوائنا ولا ما توائم أجوائنا نحن على خبرتنا مع ثلاث مصنعين صينيين يأخذون شهادة مواصفات الخليج تكون موجودة بدينهم فوق هذا هو ما يعتمد الشهادة ويعطينا السيارة يصدرها عندنا يجيب السيارة عندنا نستخدمها هنا بالكويت مو نستخدمها أي فريق بالخبراء يستخدمون السيارة بعز الصيف يمشون باليوم 200 كيلو 300 كيلو شيء من هالنوع ويشوفون السيارة هل السيارة تسوى تكون في أجواء الكويت هل أن ركاب السيارة رح يكونون متمتعين في برودة التكييف من أول خمس دقائق يشغلون فيها المكيف يشوفون الأمور هذه كلها وبعدين يقول لك نعطيك السيارة ولا لا هي مو مواصفات إننا خدم مواصفات الخليج معناتها السيارة مستحقة لنا بالنسبة لك قطع الغيار أنا أقول لك قطع الغيار متوفرة يعتمد طبعا من وكيل لوكيل بس بالنسبة لنا وبالنسبة لغيرنا يعني كثير أنا أعرف إن القطع الغيار متوفرة